أن المسلم إذا استقام جاءته الملائكة عند موته عند آخر لحظة في حياته تبشره بجنة الله سبحانه وتعالى وأن لا خوف من هذه اللحظة الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فالمسلم ينبغي عليه أن يكون مستقيما بين يدي الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يقول فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ومعنى الاستقامة هو الالتزام بالأوامر وترك جميع النواهي التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها ولذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل عن شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم له قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم ولذلك فالمسلم إذا ما استقامه بين يدي الله سبحانه وتعالى فثمت ثمرات يتحصلها إذا ما داوم على هذه الاستقامة أولى هذه الثمرات أولى هذه الثمرات أن يعم البركة وتعم البركة بين المسلمين إذا ما استقاموا على طاعة الله سبحانه وتعالى يقول الله سبحانه وتعالى وَأَلَّوْ إِسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً فالأمة لو استقامت على طاعة الله أشربت الخير وأعطيت الخير وعمت البركة في البلاد ثم ثمرة أخرى يمكن أن يتحصلها العباد إذا ما استقاموا بين يدي الله سبحانه وتعالى وهو أن المسلم إذا استقامه جاءته الملائكة عند موته عند آخر لحظة في حياته حينما يريد أن يغادر هذه الدنيا من دار الدنيا إلى دار الآخرة تأتيه الملائكة فتبشره بما كان يعمل من صلاة وصيام وزكاة وحج وأمر بمعروف ونهي عن المنكر تبشره بجنة الله سبحانه وتعالى وأن لا خوف من هذه اللحظة يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا لا تخافوا ولا تحزنوا من هذه اللحظة قال مجاهد وهو يفسر هذه الآية هي تلك اللحظة التي يغادر فيها العبد من دار الدنيا إلى دار الآخرة يبشر بالجنة يبشر بالخير الذي سيأتيه ثمرة أخرى ثمرة أخرى هي ثمرة مهمة جدا وهو أن المسلم إذا التزم إذا التزم بطاعة الله واستقام على أمر الله صلح حاله فترى الجارة المستقيم لا يمكن أن يؤذي جارة الرجل المستقيم لا يمكن أن يظلم زوجته ويربي أبناءه على طاعة الله سبحانه وتعالى كذلك البائع لو كان مستقيما بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يهضم حق أحد من المسلمين ولا ينقص في الميزان ولا يخل به وإذا كانت الاستقامة هكذا تعم البركة في البلاد والعباد أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة